اجتماع مرتقب اليوم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا بسبب التجاوزات التي أقرها الرئيس لوكاشينكو بشأن أزمة طالبي اللجوء على حدودها مع بولندا. يتزامن ذلك مع زيارة نائب رئيسة المفوضية الأوروبية إلى بغداد لمناقشة أزمة المهاجرين. أزمة كانت في صلب محادثات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي وهو ما أكده بوريل في تغريدة أشار فيها إلى أن الوضع الحالي للاجئين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا غير مقبول ويجب أن ينتهي. وفيما تتعال أصوات حقوقية دولية رافضة لاستخدام الناس على أنهم أسلحة، نشرت ألمانيا قوات إضافية على طول حدودها بسبب دخول أكثر من 700 لاجئ قدموا عبر أراضي بيلاروسيا منذ بداية الشهر الجاري. الولايات المتحدة جددت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن موقفها الداعم لبولندا في مواجهة ما أسماه الاستغلال السخيف للنظام لوكاشينكو للمهاجرين المعرضين للخطر. مع التأكيد أن واشنطن ووارسو والحلفاء متفقون على أن تدفع موسكو موصفوه بثمن باهظ بسبب عدوانها العسكري وأنشطتها الخبيثة في المنطقة. أمام ذلك ما يزال أكثر من 4500 لاجئ يتنقلون من مكان لآخر عبر الغابات الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا، بحثاً عن مخرج للوصول إلى أوروبا هروباً من الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها. أما بولندا فأكدت أن مجموعة من خمسين لاجئ تجاوز الحدود البولندية وأن الشرطة في بحث مستمر عنهم.